يتعرض الطفل السوري بشكل عام واطفال منبج وريفها بشكل خاص الى انتهاكات انسانية مختلفة على يد داعش الذي حرمهم من ادنى حقوقهم اذ شملت هذه الانتهاكات في اماكن احتلال التنظيم عددا كبيرا من المجالات مثل قيامه باغلاق المدارس في قرية ام عدسة جنوب منبج في ريف حلب وعدد كبير من الشباب عبر لاخبار الان عن الرعب الذي عاشوه نتيجة قوانين داعش الظالمة كنت مدير خشفة معدسة قبل وصول داعش الى هذه المنطقة وعندما كنا مدومين في هذه المكان في هذه المدرسة وصل التنظيم الى هذه المنطقة ومنع التعليم في هذه القرية وصار لنا اليوم اكثر من سنة وثلاثة عشر بدون تعليم الاطفال المدرسة كلهم هلاء الاطفال بدون تعليم منع التعليم نهائيا حاولوا افتاح بعض المدارس الصغيرة لتعليم حسب طرقهم الموجودة وهم على القتل وقير ذات استلمنا تنظيم داعش الارهابي منذ سنتين ونصفة غريبا وقام يتمدد ويتمكن ويشدد على العالم اللي يحلق دغنه بياخذوا يسوي سواتر تراب على الجبهات على جبهات الديمغراطية وعلى جبهات النظام واللي يشوفون بنطرونه طويل يقولوا قسر ايزارك كنا متسلين بالنيت شوية هين قاموا وقطعونا النيت على الخالص نهائيا احنا هنا صارنا بما يغارب سنتين عايشين تحت ظل داعش واحنا هنا الشباب يعني عموما بشكل عام يعني لما نروع على المنبج على البلد بنظل خايفين يعني هم اكتر شي دغون على الشباب يعني مشان الدغن ايزار شعر نظار خايفين يعني نروح على البلد لمدة نصف ساعة ونرجع ونظارنا خايفين يعني دققون كثير موشي وشوي ومنوعنا كل شي يعني الساعة حتى الساعة بدك تلبسها بالإيد اليمنى ممنوع تلبسها بالإيد اليسار